تزامنا مع انطلاق موسم التخييم لعام 2016-2017 تواصل اللجنة العليا لموسم التخييم جهودها الحثيثة لتأمين سلامة المخيمين ومرتدي البر مؤكدة على أن المساحة والمناطق التي تم تخصيصها لموسم التخييم الحالي تلبي احتياجة المخيمين ومرتدي البر وفق التغيير الحاصل في مناطق التخييم والذي أدى إلى غلق مناطق تخييم الموسم السابق والعائد إلى عدة أسباب أبرزها زيادة الأنشطة التنقيبية للنفط والغاز والتي تجريها شركة تطوير البترول وإلى جانب زيادة المنشآت النفطية والكهربائية حيث ازدادت عدة المنشآت عدد المنشآت النفطية في منطقة الصخير بنسبة 96% منذ العام 2012 كشفت اللجنة العليا إلى أن كلفة إزالة مخلفات التخييم خلال أربعة موسم قد بلقت 160 دينار إلا أن العامين الماضيين شهد انخفاضا في عدد شحنات إزالة المخلفات بسبب زيادة التوعية بمخاطر المخلفات على البيئة وزيادة التوعية بضرورة المحافظة على البيئة الصحراوية في مملكة البحرين وكانت لجائزة سمو الشيخ ناصر الأسبوعية لأفضل مخيم تأثير على التزام المخيمين بمراعاة النظافة العامة والتقيود بالاشتراطات العامة للتخيم حرصت اللجنة العليا لموسم تخيم في هذا العام على توفير كل الاحتياجات وتطوير سبل عملنا من خلال إطلاق التطبيق الذي ساهم في حجز المواقع ونشوف أنه فيه أقبال كبير عليه إضافة إلى ذلك كانت أمامنا تحديات كثيرة وحاولنا أن نحترم ونراعي كل ما هو يطرح من قبل شركائنا في اللجنة العليا لموسم تخيم واللي هو يتكون من شركة تطوير والجهات الحكومية والخاصة الأخرى اللي لها اهتمام في هذه المنطقة نحن في تطوير عندنا برنامج سنوي وشهري للصيانة وعلى طول في هذه البرامج ما تخلص هي راح تظل الأبد وهذه قد يتعارض مع وجود مخيمين في الحقل فلسلامة المخيمين وزوار الحقل يفضل أن يكون المناطق التخيم بعيدة عن حقل البحرين اعتمادنا الكلي على الالتزام بالشروط اللي وضعناها من خلال اللجنة العليا التخيم اللي هو عشرين شرط متى ما المخيم أو مرتادي الباب التزموا بهذه الشروط فهذه معنات أن البر راح ينجح ومجرد ما أنت تلتزم بهذه الشروط تلقائيا بتدخل في جوهزة سمو الشيخ ناصر من حمد الله يحافظه هذه الجوهزة اللي في الحقيقة سمو الشيخ ناصر يحرص على تفعيلها سنويا وذلك لتحقيق الأهداف طبعا العام الماضي سجلت موقعي التخيم عن طريق الموقع الإلكتروني فكانت هناك بعض الأمور اللي نستطعبها شوي بس الحمد للعرب العالمين السنة ما قصرت المحافظة ووفرت لنا أبليكيشن وكان بعد تنزيل التطبيق كل شي سهل سواء كنت في البحرين أو خارج البحرين تقدر تنزل ذي الأبليكيشن وتختار الموقع وتروح عن طريق المحافظة تدفع الرسوم تخلص جراءاتك وتحصل على الأضل اللي اخترتها وأكدت اللجنة العليا حرصها التام على تلبية احتياجات المخيمين ومرتدي البر في توفير بيئة تخيم أمنة تحقق لهم سلامتهم بالدرجة الأولى وتراعي المصلحة العامة لجميع الجهات الأضاء في اللجنة العليا لموسم التخيم التي تتشكل من ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بمنطقة الصخير والمناطق القريبة منها